أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انقذنا بنور العلم من ظلمات الظلالة أدانا بالاستبصار من عماية الجهالة ونصب لنا من الشريعة ما أوضح لنا به من الدلالة نحمده ونستغفر ونتوب إليه ونصلي ونسلم ونبارك على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد لازلنا ابناء الطلبة الأعزاء والتعلم عن بعد وذلك حرصا للوقت ولازلنا في محاضرتنا في مادة التفسير الموضوعي في طلاب المرحلة الرابعة قسم علوم القرآن ونجيز ما قدمناه قليلا في المحاضرة السابقة من علاقة علم المناسبات القرآنية بالتفسير الموضوعي وذكرنا آخر شيء هو أقسام علم المناسبة القرآنية وأنواعها قسم عده من العلماء فقد قسم المناسبة القرآنية إلى قسمين القسم الأولى التناسب في السور القرآنية وله طبعا خمس سور والقسم الآخر وهو التناسب بين السور القرآنية وله ثلاثة سور وقد يطيل هذا الكلام في هذه الأقسام من سورها والأمثل عليها ولكن نوجز أن علم المناسبات بين الآيات مع بعضها البعض وبين السور يبرز لنا جانبا أبناء الطلبة من إعجاز القرآن وأنه كلام الله المنزل وليس طبعا من عند البشر بمن المعلوم أن القرآن الكريم أبناء الطلبة نزل مفرقا منجما لبعضة وعشرين عام حسب الوقاع المختلفة طبعا وفي ظروف متباينة وإجابة لذلك لاستفسارات متنوعة ثم كان الترتيب المحكم الذي لا نجد فيه آية ينبو بها مكانها من السياق القرآن العتيب ولذلك قال القرآن تنزيلا حسب الوقاع وترتيبا حسب الحكمة ولا نجد أبناء الطلبة كلمة يتململ منها موضعها في النظم المحكم ولقد نجد الآية المدنية في السورة المكية أو الآية تتلو الآية والفاصل في نزولهما يبلغ عدة سنوات فأي عقل بشري يستطيع أن يراعي هذه الدقة وهذا الإحكام في النسق والترتيب والملائمة بحيث يكون ذلك في الذروة من الفصاحة والبلاغة والإنسجان ولذلك جاء في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي طبعا في النساء آية رقم 82 فإن إدراك المناسبات القرآنية ابناء الطلبة بين مقطع السورة وافتتاحيتها وخاتمتها وسائر آياتها أمر على جانب كبير من الأهمية لمن أراد تفسير السورة تفسيرا موضوعيا فوجه المناسبات هذا تلقي أضواء كاشفة على محور السورة طبعا وهدفها وبالتالي يحدد لنا الزاوية التي ينطلق منها المفسر في بيان معاني الآيات الكريمة لذلك كان لزاما على المفسر الإحاطة بما قاله العلماء في وجوه الرابط بين الآيات والمقاطع في السورة فلربما وردت إشارة سريعة لابناء الطلبة في قول بعضهم تفتح آفاقا واسعة في ذهن الباحث وتحدد له مساره في البحث فإن الخطوات المرحلية للسير في التفسير الموضوعي ابناء الطلبة فقد ذكرنا سلفا إن التفسير الموضوعي ثلاثة ألوان هو تفسير موضوعي للمصطلح القرآني وتفسير موضوعي للموضوع القرآني وتفسير موضوعي للسورة القرآنية وقد تكلمنا عن هذه الألوان سابقا وعرفنا بكل لون وشرحناه وعرضنا الأمثلة عليه وكلامنا الآن ابناء الطلبة عن الخطوات المرحلية المتدرجة التي لا بد أن يشلكها الباحث في كل من هذه الألوان فإن الخطوات المرحلية على الباحث في التفسير الموضوعي أمر علمي ولا بد أن يسير وفق خطة علمية وطريقة مدروسة وأن تكون خطوات الباحث فيه مرحلية مبرمجة ومتناسقة نقول هذا ونطلبه من الباحث لأن التفسير الموضوعي هو علم شريف يتعلق بأشرف كتاب أبناء الطلبة وهو القرآن الكريم إذن لا بد أن يتصف عمل الباحث فيه بالعلمية والمنهجية والموضوعية وكذلك أبناء الطلبة الأعزاء يجب أن نفرق بين المنهج والطريقة في الأبحاث العلمية المنهجية ومنها الأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسيره وتأويله إن المنهج هو طبعا القواعد الأساسية التي ينطلق منها الباحث في نظره للقرآن الكريم وتعامله معه وقيامه بتفسيره وتأويله وهذه القواعد ضوابط تضبط عمله كله بخطواته ومراحله وتصبغ جهده كله بصبغتها فأما الطريقة فهي تطبيق لتلك القواعد التي طبعا حكمته وقيدته وكيفية مراعاته لها والتزامه بها هي الخطوات العلمية التي خطاها طبعا ونفذها في تدبره للقرآن الكريم هي كيفية تناوله التفصيل لموضوعه القرآني في التفسير الموضوعي وبعبارة أخرى نقول أبناء الطلبة المنهج في البحث العلمي القرآني أشبه ما يكون بالمخطط الهندسي الذي يضعه المهندس الخبير على الورقة والطريقة تكون أشبه ما تكون بعاملية تنفيذ ذلك المخطط على الأرض من قبل المهندس المنفذ وبناء العمارة التي وضع لها المخطط ويقوم المهندس المشرف بمراقبة العمل وملاحظة مدى التزام المنفذ بالمخطط الذي أمامه هكذا أبناء الطلبة يكون هذا المثال التي ضربته إدراك الباحث لقواعد منهجه الموضوعية ثم هكذا يكون التزامه بتلك القواعد أثناء سيره في بحثه وتطبيق لمنهجه فالمنهج غير الطريقة وليس الأمر كما ذكر بعض الأساتذة وكلامنا اليوم هو عن خطوات عامة للألوان الثلاثة لهذا التفسير التي ذكرناها سلفا فإن هناك أبناء الطلبة خطوات مرحلية عامة مشتركة بين الألوان الثلاثة ولا بد من مراعاتها والالتزام بها في كل لون منها ومن هذه الخطوات واحد أن يسجل الباحث أهدافه التي يريد تحقيقها من بحثه لأنه أبناء الطلبة لا بد لكل بحث علمي منهج موضوعي من أهداف وبواعث تدفع إليه ولا تكفي في هذا الأهداف العامة كما يقول أريد أن أخدم القرآن أو مثلا أنفع المسلمين أو أبحث في العلم بل لا بد من أهداف خاصة تناسب موضوع بحثه اثنين على الباحث أبناء الطلب أن يحدد مدى الحاجة المعاصرة إلى بحثه بالتفسير الموضوعي والجوانب الضرورية التي سيغطيها والمشكلات التي سيعالجها اثلاثة أن لا يكون عند الباحث غرض مسبق يريد ترسيخه من خلال القرآن وأن لا يكون له مقرر فكري مسبق يريد الاستشهاد له من القرآن إنه إن فعل ذلك سيحرف المصطلحات والآيات القرآنية لتخدم غرضه وتشهد لفكرته على الباحث أن يدخل عالم القرآن بدون مقررات فكرية سابقة وأن يعيش مع حقائق موضوعية القرآن بحيادة كما ذكرناها في محاضرة المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر رحمه الله وأن يطلب من القرآن تشكيل خلفية علمية وعقلية وفكريا فقد نرى بعتنى ابناء الطلب مثلا الجهات في القرآن الكريم ليقرر بنظرية الجهات في القرآن الكريم إنما هو للدفاع ورد الاعتداد ورد الاعتداء آسف وقد ترى بحثا يبحث في القرآن الكريم ابناء الطلب مثلا عن أديان السابقة ليقرر إن اليهود والنصارى الآن مؤمنون موحدون صالحون في الجنة هؤلاء ابناء الطلب طبعا مخطئون في بحثهم وخطواتهم ونتائجهم لأنهم بحثوا في القرآن بغرض ومقرر مسبق فلا يجوز أربع أن على الباحث أن يطلع على الأبحاث والدراسات القرآنية الأخرى وأن يتأكد عدم بحث موضوعه من قبل باحث آخر فإن وجد كتابا آخر يبحث في موضوعه بطريقة علمية منهجية فطبعا عليه أن يتخلى عن هذا الموضوع الذي يبحث فيه في التفسير الموضوعي ويذهب عليه إذا طبعا موضوع آخر ويدعو لصاحب البحث المطبوع ويدعو لصاحب البحث المطبوع خمسة أن يقرأ الباحث قراءة عامة شاملة ويطلع على كل ما له صلة من بحثه للقرآن يقرأ في مجموعة من كتب التفسير والكتب طبعا العامة التي تعرض جوانب موضوعه وأن يكتب ملاحظاته على ما يقرأ ويرصد المراجع التي يقرأ فيها فسوف ينتفع بها عندما يشرع في صياغة بحثه نأخذ ابناء طلبة الأعزاء الخطوات المرحلية للسير في اللعون الأول الذي سبقناه التي ذكرناه سابقا آسف مع المصطلح القرآني طبعا البحث في المصطلح القرآني وتفسيره موضوعيا يتم على طريق مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى هو طبعا البحث والجمع والمرحلة الثانية مرحلة الترتيب والتبويب والصياغة ولكل مرحلة أبناء طلبة خطواتها الفرعية المتدرجة فأما الخطوة الأولى هي البحث والجمع فأولا على الباحث في المصطلح القرآني اختيار المصطلح الذي يريد بحثه بتحديد أسباب هذا الاختيار كأن يقول مثلا أريد أن أبحث في الأمانة في القرآن الكريم أو مثل أريد أبحث في الميثاق في القرآن الكريم أو أريد أن أبحث في الجهات في القرآن الكريم وهكذا إثنيا يحدد الجذر الثلاثي للكلمة بأن يعيدها إلى أصل الثلاثي فالجذر الثلاثي مثلا للأمان هو أمن والجذر الثلاثي للميثاق ووثأ والجذر الثلاثي مثلا للجهاد هو جهد وهكذا فيحدد أبنائي الطلبة الجذر الثلاثي للكلمة ثم يبحث فيها إثلاثة يأخذ معنا هذا الجذر الثلاثي من أمهات كتب اللغة طبعا ومعاجمها الأساسية والكتب التي لا يستغنى عنها في هذا المقام وهي طبعا معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن بن فارس بن زكريا طبعا هذا متوفر 395 هجرية يأخذ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني هذا المتوفر 425 هجرية وكذلك لا يخفى عليكم لسان المعجم لسان العرب ليب المنظور وكذلك عمدة الحافظ في تفسير أشرف الألفاظ وهذا أبناء الطلبة للسمين الحلبي وكذلك الكليات معجم طبعا هذا في المصطلحات والفروق اللغوية للكفوي المتوفر في سنة طبعا 1024 هجرية وعلى الباحث أن يأخذ معنى جذور الثلاثة من هذه المعاجم الخمسة بهذا الترتيب وأن وأن يعرف ماذا أضاف اللاحق على السابق من معانيها ثم يقوم ثم يقوم ابناء الطلبة في النقطة الرابعة متابعة ورود الجذور الثلاثة واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن الكريم وأخذ هذا من المعاجم التي ذكرناها سلفا ومن أشهر هذه الألفاظ ومن أشهر المعاجم التي يعنيت بذلك طبعا المرشد في آيات القرآن وكلماته لمحمد فارس بركات فتح الرحمن لطالب آياته القرآن للفيض الله العلمي ومعجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري لمحمد فؤاد عبد الباقي وكذلك يمكن للباحث أن يستغني عن هذه المعاجم التي ذكرتها وأن يعتمد على المعاجم التالية المعجم المفارس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي وهو طبعا أشهر المعاجم وأكثرها انتشارا وأجلها خدمة وأحسنها ترتيبا وكذلك معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم الإسماعيل وعبد الحميد مصطفى السيد وكذلك معجم ألفاظ القرآن الكريم الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة وأعدته لجنة طبعا من كبار العلماء فيقوم الباحث بعملية إحصائية شاملة لورود الجذر الثلاثي للمصطلح الذي يبحثه على اختلاف اشتقاقاته وتصريفاته ثم بعد ذلك النقطة الخامسة هو ربط المعنى اللغوي للمصطلح القرآني مع الاستعمال القرآني وملاحظة توفر المعنى اللغوي له في كل مفردات واشتقاقات المصطلح فعند الكلام مثلا عن الجذر الثلاثي لكلمة جهاد وهو جهد لا بد أن يبين الباحث في بحثه توفر معنى جهد الأصلي في الألفاظ القرآنية المشتقة منه وهي الجهاد والمجاهدة والجهد المبدول برام الجيم وجهد إيمان بفتح الجيم وهكذا النقطة السادسة يقوم بربط هذا المصطلح القرآني مع السياق الذي ورد فيه وبيان تناسق وتناسب هذا المصطلح مع الآية التي ورد فيها ونعلم أن السياق القرآن يبناء الطلبة الأعزاء أثرا مباشرا في ورود المصطلح على الصورة التي ورد فيها في تركيب حروفه ووضع حركاتي وهذا كله يؤثر على المعنى الخاص لذلك المصطلح في هذا الموضوع الموضع العفو من السياق فما حكمت مثلا فما حكمت إسناد المجاهدة إلى الوالدين الكافرين في قوله تعالى وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في سورة العنكبوت وهل يمكن أن نطلق على فعلهما جهادا ولذلك قال الله في سورة العنكبوت وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وقال في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما فالموضوع ابناء الطلبة واحد ولكل فعل جاهداك تعدى بحرف اللام في الآية الأولى لتشرك بينما تعدى بحرف على في الآية الثانية على أن تشرك وهكذا سبع ترتيب الآيات التي ورد المصطلح فيها والبحث حسب النجول القرآني كان يقال هذه سورة مكية وهذه آيات مدنية وهكذا وملاحظة ابناء الطلبة أيضا تطور معنى المصطلح والإضافات عليه في الآيات المتأخرة وملاحظة الآيات من النسخ والوقوف على أسباب النزول ثم معرفة القراءات الأخرى الصحيح للمصطلح وتوجيه كل قراءة والفرق بين القراءات الثمانية الإطلاع على تفسير الآيات التي أوردت المصطلح في أمها الكتب التفسير ومتابعتها بأن يختار تفسيرا يمثل كل مدرسة من مدارس التفسير التي سبق إن تكلمنا عنها والتفسير التي ينصحوا بالإطلاع عليها والتفسير الكثير الطبريس زمغشري طبريسي الرازي وابن كثير وابن عاشور وغيرها وعليه أبنائي الطلبة أن يجمع من هذه التفسير ما ورد حول الآيات من أحاديث صحيحة وأقوال مأتورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل البيت والصحابة رضي الله عن المتابعين وعن مشاهير المفسرين تسعى ملاحظة البعد الواقعي للمصطلح في الموضوع وأن ينظر في الآيات التي أوردت بالوقوف على أبعادها الواقعية وإدراك إشارتها وإحاءاتها الواقعية ومدى علاجها لمشكلات مجتمعها ومعايشة مضانين التربوية والاجتماعية وذلك للخروج بنظرية كما ذكر السيد محمد باقر رحمه الله عشر الوقفة المتأنية الفاحصة أمام الآيات التي أوردت المصطلح واستخلاص دلالتها والالتفات إلى لطائفها واستنباط دروسها وعبرها وتسجيل حقائقها وتقديم هذا كله باحتباره نتيجة طبعا لجولته مع المصطلح القرآني وثمر علمية علمية عملية تربوية لبحته ثم بعد ذلك يأتي إلى الخطوة الثانية والأخيرة هي خطوات مرحلة الترتيب والصياغة قلنا إن البحث في المصطلح القرآني الواحد يقوم على مرحلتين أساسيتين في بداية المحاضرة فالأولى هي مرحلة الجمع والنظر ثم مرحلة الترتيب والتبويب والصياغة وقد تكلمنا عن عشر خطوات من درجة للمرحلة الأولى وتبقى لنا خطوات مرحلة الصياغة فإن المادة التفسيرية مجموعة الآن أمام الباحث أبناء الطلبة وفي التفسير الموضوعي وهو يريد الآن أن يقوم بترتيبها وصياغتها فقد وصلنا إلى هذه الخطوات ونترك المحاضرة وإن شاء الله نكملها في المحاضرة القادمة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين والسلام